احب دعا بحضاك يا دكتور احمد وحضاك يعني لما يتقال الصحة في الحوار الوطني ده يا ترى بيعني لحضاك ايه يعني ايه اللي مفهوض يتناقش بشكل عام يعني بشكل عام هو الصحة يعني انا ارى ان ده موضوع يجمع كل الموضوعات اللي حياتي قلتها السياسية والمجتمعية ولتخص المواطنين لانه هو عامل مهم جدا الحقيقة او مؤشر لأداء الحكومة او النظام السياسي في كل او رضاء المجتمع عنه حابب اتكلم بس عن الصحة بلغة الحكومات النهاردة مش بلغة الشعوب يعني انا لو تكلمنا بلغة الحكومات اللي هي في معظم دول العالم بتحاول توفر المصروفات وتزود الاراضات واتخذنا من الصحة بمنظور استثماري الحقيقة هنوصل الاتفاق يعني الدول العالم كلها ومتكر كانت في دراسة في 2008 تقريبا لدول الاتحاد الاوروبي عن التكلفة الضائعة نتيجة المرض تمام؟ لأت ان هي اضعاف اللي بيتصرف على العلاق بمعنى ان انا المريض دلوقتي لو ما عليك توش في مصر انا بفق التكلفة انتاجية ضائعة عن العيان نفسه وعن الاسرة المحيطة بين صحيح وبالتالي بقى لازم استثمر فيه الصحة بمنظور حتى الحكومات تمام؟ اللي هو توفير المصروفات الصحة دي منتج استثم دي عبارة عن منتج مقوماته تمام؟ الرضا المستخدم او رضا المجتمع عن هذا المنتج تمام؟ اللي هو المريض او المواطن المصري ويهي اداء مقدم الخدمة احنا عندنا مشكلة في مصر بنحك فيها وبنقول نفس الكلام بقالنا عشرات السنين المنتج بياجمع الاراء على الاقل ان هو ليس مقبول للمواطن المصري تمام؟ الخدمة الصحية ليست مقبولة للمواطن المصري سببها ايه؟ سببها عام البشري غير راضي وغير اه مؤهل ان هو يؤدي الخدمة المرضي عنها لمقدم الخدمة لمقدم الخدمة تمام؟ وإمكانيات تمام؟ تمام لو اتكلمنا عن مقدم الخدمة هنلاقي عدة مشاكل الحياة نرجع لها نرجع لها التشخيص العام دلوقتي التشخيص العام ان احنا عندنا مرض في تقديم الخدمة الصحية محتاجين الحقيقة ان نعالجوه عشان نعالجوه يبقى لازم نبحث عن علاج حقيقي مش مسكنات لان الوقت في مصر حاليا ليس لدينا رفاهية لمسكنات تم استخدامها على مدة عقود من الزمان تمام؟ لم تجدي والحياة انتهت بكارثة ان احنا مش لقيين اطباء حاليا بالقدر الكافي تعالج المواطنين المصريين وزيادة معدل الهجرة وزيادة المشاكل داخل المنظومة الصحية فلازم علاج حقيقي وجزري عزيزي هنرجع له في التفاصيل تمام انا بروح هدك دكتور خالد وورده بس نفس السؤال من زاوية ده يعني طب يعني ممارس وستاذ جامعي انت شايف ايه شكل امثل اللي لحوال الواصل الزينا وليه موضوع الصحة في مصر خلينا نتفق الاول ان الصحة هي احدى الخدمات الاساسية اللي بتقدم وان المجتمعات على مدار التاريخ اثناء تطورها وجدت انه يجب ان يتوافق المجتمع على طريقة لتقديم هذه الخدمة الصحية تمام لان الخدمة الصحية على اساسها بيقوم الانتاج على اساسها بيقود الانسان في الحياة او الحفاظ على حياته اي خدمة من الخدمات فيها تلات جوانب هامة نمر واحد توفر الخدمة اللي بنسميها التغطية انا لما احتاج هذه الخدمة طبعا الخدمة فيها جزئين جزء وقائي وجزء علاجي يعني لازم يكون جزء وقائي ده بيساعدنا على منع حدوث الامراض وان احنا بنستثمر فيه كل دولار بيستثمر فيه الوقاية بيوفر اربعة دولار في العلاج او كل جنيه بيوفر اربعة جنيه وبيزود الدخل القومي تسع جنيهات لان انا لما بعالج الناس او بخليها في مستوى صحي افضل بيقدروا يشتغلوا ويقدروا ينتجوا وبتقل الغياب نتيجة المرض فدي نقطة التغطية تاني حاجة جودة الخدمة انا عندي مكان الخدمة موجود وعندي ناس موجودة فيه لكن هل الخدمة تقدم في هذا المكان بشكل جيد شكل جيد يؤدي الى نتيجة المطلوبة وهي الحفاظ على الصحة وحماية الحياة ويؤدي الى رضة طرفي المقدم الخدمة ومستقبل الخدمة تمام دي بدي النقطة التانية وهي جودة الخدمة وتالت حاجة هي سعر الخدمة سعر الخدمة بيتوقف على عوامل كثيرة منها التكلفة منها طبعا ده بنسميه تغطية التكلفة ونظام فصل الدفع عن توفير التكلفة ونظام التأمين الصحي الشامل كل ده هنجيله فيه نقطة التكلفة او تكلفة الخدمة او سعر الخدمة يبا انا عندي ثلاث نقاص أساسية اتمنى ان الحوار الوطني يركز عليها التغطية الجودة السعر ترجمة نانسي قنقر